في تدخلها بتنسيق مع النيابة العامة وعناصر الدرك الملكي بفاس استطاعت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بمكناس وضع اليد على هذه الكمية الكبيرة من مخدر الشيرة والتي نهزت 5 أطنان و 400 كيلوغرام بداخل ضيعة فلاحية على مقربة من مركز المهاية شرق مدينة مكناس تمت مراقبة الأماكن طيلة ليلة الأربعة 29 فبراير وصباح الخميس فاتح مارس إلى حدود ساعة 8 صباحا حيث قامت عناصر الدرك الملكي بمكناس بقيام بتفتيش والذي استغرق حوالي أربع ساعة وأصفر هذا التفتيش عن حز ميالي 20 رزماء أو طرد وكذلك 322 سطلا بلاستيكيا يحتوون على صفائح من مخدر الشيرة بالإضافة إلى هذه الكمية من المخدرات تم حج أربع سيارات ومجموعة من الصفائح المعدنية المزورة وقطعة سلاح للصيد ومواد أخرى تستعمل في تهيئ المخدرات وانطلاقا من مكان الحجز عناصر الدرك الملكي بمكناس فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن المتورطين في العملية وتقديمهم إلى العدالة